بعد تدريب خفيف خاض الأزرق تدريبا تكتيكيا قبل لقاء الحاسم في ثاني تجاربه أمام المنتخب العماني سعيا لتلاف الأخطاء التي وقعت أمام المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية كل مباراة لمنتخب الكويتي تعتبر مباراة مصيرية إن شاء الله نأمل أن نلعب مباراة تليق في مستوى المنتخب الكويتي المدرب أعلن في المتامر الصحفي إن شاء الله مباراة الغد هي مصيرية اللاعبين الجهاز الإداري والفني كلهم يعني تعنيهم هذه المباراة جدا مهمة يحبون يضيفون إضافة وبسمة إلى الجماهير الأزرق الوفية اللاعبون اعتبروا لقاء المنتخب العماني عنق الزجاجة فأما تجديد الفرصة أو المغادرة مبكرا مطالبين الجماهير مواصلة الدعم والحضور للحفاظ على آمال التأهل المباراة هذه مثل ما قلت عن غزجاجة مباراة جدا مهمة أن نطلعنا بالبطولة وتدخلنا بالبطولة إن شاء الله رجال الأزرق قادرين الجهاز الفني الجهاز الإداري جميع للأمانة جميع الأطياف بدولة الكويت وفرت كل شيء حق المنتخب صحيح الفترة كصيرة الكل يقدم كل شيء حق المنتخب إن شاء الله قادرين نرد بها المباراة هذه بالروح بالقتال بمساندة الجمهور ودعواتكم ياهل الكويت إن شاء الله قادرين إن شاء الله أكيد مراكزين 100% من المباراة المنتخب العماني وإن شاء الله نأدل على أنه ونقدم مستوى المطلوب منه ونأخذ ثلاث نقاط ونتمنى من الجمهور الكويتي الحضور لأنه هو رغم واحد بالنسبة لنا أنا ما نقول حق الجمهور تعالوا لأنهم من غير دعوتنا وهم ما قصروا ويانا وقفوا ويانا بس نحن نوعدهم أن حضورهم سند لنا وحضورهم وراح ردهم لبيوتهم مستنسين بإذن واحد أحد نحن ما نستغنى عن دعمهم أما على التكتيك الجديد نحن المنتخب العماني غير على المنتخب السعودي منتخب العماني محترم فرض احترامه فريق شاب الكل عنده يدافع ويهاجم عنده لياقة بدنية عالية يلعب وروح وحده الأمل بالله كبير ثم برجال الأزرق لتخطي عقبة المنتخب العماني مساء الاثنين ليتجدد الأمل وتكون مباراة الإمارات هي الفاصلة لتلفزيون المجلس رياض العبادي